اسمك سالي جديد ده راكب على ويندز اللي عنده بالزبط أمال فين مونيكا بيت سفرت في رحلة ورجع كمان يومين في داية ما ترجعش خالص انت زي الفل يا سالي الله عندك كم سنة؟ 25 سنة وانت؟ انا 28 اموت سنة واو انت السن اللي بحبه ده سن الرجولة انت شفتي حاجة انت في كايرو؟ لا في شبرة يا خسارة لو كنت في شرمي معايا دلوقتي كنا تقابلنا شوف بقى كان ممكن يحصل ايه؟ حبيبتي انا مستهد ده جيلة انت قادل معا مين؟ قادل واحدي في بيتها البحر يلا عم عامل عايزيني شطب ايه ده؟ ايه السقف ده ايه السقف ده؟ ما تنزل لي سحلة بوطولة بالمرة متبطل بقى شغل اه ولا انت كنت شغل فيه ده؟ انت لابت شغل في نتكا فيه؟ يعني بقيت علامي هلا انت رمش منها منها الحاجة الوحيدة اللي مش قادرة انساها انت عمرك مدتني بقشيش بس بقى انت هتصيع ولا ايه بقولك يا برح ها قطلب منك خدمة خير اقفل علي بتاع دوات لغات بكرة الصبح اقفل عليك ازاي يعني؟ اقفل علي يا صدقني وبعدين لو قفلت علي بقى احجب لك السيديات بتاع القرد الشائد فاكره بتاع جنوب افريكا بتاع المعوس اهه انا بعاش المعوس ايه ازا كان كده انا موافق بس افرد مينة فتح الصبح ولقىك بقى ايه الكلام؟ متقلقش مينا سيدال بتاعتي عاندا ما عارف زوقه وبعدين انا حبت هنا طب ما تنطلع دي بات فوقتها ما يمتاعش فوق فيه رش رشيني ممكن ان انا موت فيها بحاجة اتوكل علانتها وبعدين مينا بيقومي ساعة ثلاثة العصر انت تيجي فدري تخبط عليها ثلاث خبطات حتى نكون قالع والعال قالع؟ اي وقالع مع قريبي بتوع دبي اه اه انا انت هتاخد راحتك بقى طب اذا كان كده ما تعملشي صوت لحسا لو مينا عرف انا ممكن عايشي يتقطع بسببك لا متقلعش تؤكل علانتها اعم عامر خلي بالك من مكانه حاضر متقلعش انت تتوكل علان اعم عامر اعم كفاية بقى انا كان زمان ينقتلهم دبي اتوكل علاله خلي بالك من الاجهزة خلاص تتوكل علاله اروعك بنتي سالي خلي عامر مع سالي اه عنيتم فتحلي الكاميرا اتعانيتم خرج فرج عليك اخرج عامر مرحمتوش يوو ليه كده الكاميرا قطعت عندي شغاليها شغاليها افاشتك يا خاين يا غشاش اسفر يومين ايه جايك بتعكس باندخالتي يوواتي يوواتي ايه ده مونيكا انتي مش كنت مسافرة ده الايام بتعدي بسرعة فيه انت كنت فين عامره ده كفاية انا انتي لسافرة ما تتخنقوش عشان عشان عشو القطر يلا يا فكيسة يلا يا سافرة ايه يا بنات ايه سوتكو علي ديه يلاوي بابا يا جماعة احنا كنا كواسين ده اشتان ودخل بنا اهدو بالله اهدو بالله عايز تما قوت نفسك وتسيبنا الاسس الميت ايه يا ده عايش بوصوكو مش حاسي بنفسي قلت انا يا احنا بسي بقا وغور بنقشوكو علشان انت تبغضوا لباسكو غور فينا يا خالي وحدش لك منك يا خالي وبعدين ده انت الخير والبركة ايه يا خالي انت خالي حبيبي هادي قلتها خالي يعني عويل يعني مش لها الشغل يعني زمن بيجر جنب ايه ادم وانا مش قادر الحق عاجة منه خالص هتلحى يا خالي هتلحى يا بطل بقى الكلام ده طب اقول لي اقول لي اه تمينوا لك الساعة بكامل مش دعا يا بقى تجيب لي زرق الساعة دوله هتو دل بجي لنقطة مولنبي اللي تقول لي تمينوا بكامل مية خمسة وستين انا قلبك انا حاسس والله العزيز طب تاخد ميتين جنيه ونخلص في المصلحة دي امشي يا لها امشي يا لها بقى انتك هتستطهمها العكرة ليه كلكم كده بتنهلشوا في لحمية اه بصراحة يا خالي احنا كل انا اعرفك مصلحة بتعرف هذا ادم رغم اللي انا اتبر منك في السن بس كده اوقات بحس انك ابويا مش ابنك دي حاجة غريبة بتعرف يا قد يا خالي اه يوساس خالي يعني انا برضه بحس ان انت سايح حمادة حمادة مين قال حمادة ابني ان شاء الله يا ربنا ايه سعيدك وتتجوز وتجيب حمادة ان شاء الله بتعرف يا ادم على قد ما انا كنت عزين ومكسور على قد ما انا فرحت اقوي مش معنى خير فرحت اقوي فرحت اقوي احلى حاجة في الدنيا وبيبقى احساس جميل قوي لما بتبقى عايش ووزت ناس وحاس ان هما في الحفوق ويخافوا عليك من هو الطاير يا خالي انت تتكلم جد ولا ايه تنسى دلوقتي انا عارف ان احنا بنحبك وننسى يا خالي لما اختشدنا على كتفك وتنزل تقضينا مدرسة وانا لما قد تنزل تدفع عني لما تخنم على عالف الشارع طب تصدق وتقوم بالله خالي انت رو كان حصول لك حاجة وكتاب اللي كنت تقلعت في نفسه وراتك انت ضعياتي انت ضعياتيش انت ضعياتيش انت ضعياتيش انت ضعياتيش انت ضعياتيش انت ضعياتيش مش هموت هفضل على قلبه كده اما هل هسيب مونيكا المين مونيكا مونيكا مين دي يا خالي مونيكا مين مونيكا مين يا سلام لو تعرفها اي ادم ده ملاك ملاك طاير على الارض مسكينة كنت حقطع بيها وعرق نفسها طب او يا عرفتها مين دي يا خالي تعرفت عليها من عالنت طب ده اسمو كلام برضو يا خالي تعرف على واحدة عالنت اغرص اغرص وانا عشان قلتلك انت قد بويا هتنصحني كمان انا هروح لها موطوع الساعة باصحة بيعتين شكر على الشرف بصراحة يا خالب انا احس ان حوار مونيكا ده اشتغالة بقى هتلاقيه رجل بيشتغلك في الاخر رجل بيشتغني طب ايه رأيك يا ادم لو طلع رجل بيشتغني المرة دي بقى هاخد جير كمبنزين ووفع التفاضي وقلع في نفسي عشان بحدش تلحقني حلوة او اني لقيتكنتو الاتنين مع بعض بص يا ادم مش احنا صحابه اخوات اه واكلين مع بعض عيش ومدح حاصل طي ده ايه بقى يا ادم ايه ده ايه اللي جاب الحاجات دي عندك خيالك ما يجيش عندي السايبر تاني يا ادم بيقعد يتكلم نسوان ويقلع ويلبس ويعمل حاجات غريبة كده وده مكان اكل عيش مش كبارية انت مالك انت استحمى اقلع عالبس تمالك دي شبكة عن كبوتية ويتواصل ابتماعي انت ليك اجارك وبس انت مقجر شقة مفروشة ايه عم عامل ده مكان اكل ايش برضو بص يا ادم العامل خطر عشانك انت واديني قلتلك وانت تصرف سلام سلام امي الله كسبك كسبتنا يلا 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 يطلع عالبسه لو تستاهل خلاص يلا يلا موسيقى 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 وعالبتين سجاير كوكو بوكسة بعشرة اثنين يبقى ستة وعشرين جنيه يعني لو بفتح كنز دلوقتي كان زمانه اتفتح افتح الكاميرا عشان خطري بص واحدة بطلع نام افتح الكاميرا يا منتشر اصلا انا مترددة وانا مترد افتحي بقى افتح عشان خطري غني لي حاجة للفنانة لا تشوفها سوما ومندلها الوردي حكاية جيل وراجيل وراجيل كلهم مستنين اكتفتح الكاميرا يا فشة افتحي بس اي لها الجلابين موسيقى وتفتح الكاميرا اساسي بس اي لها الجلابين هههههههههههة ههههههって حكاية جيل وراجيل وراجيل ح口 اوه 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 ادي الكلامة ايه اها عشان متبصش يا رجل الفتح كاميرا بنت حلو وفنيلا اه 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 حلو وفنيلا اعجي يعني طب انا عايزك تقلع البنطالون بقي يفديك حكاية جيل واما باديل البنطلونة بيت وحياتي عندك يا مورا وتفتح الكاميرا وافتح الكاميرا اه طمك اجازي يا مورا او ماي جاد كوريلا افتح الكاميرا بقى افتح الكاميرا خلاص ابيش اطلب ايه تاني بقى حالايه هافتح افتح جاز جاز يله يحو هافتح ابتح يا ابت وحكاية الجيلو ورا جيلو ورا جيلو ورا جيلو وقفل الكاميرا خلاص يا خيالي ناسف عارف ان اللي انا عملته ده ممكن يبقى جرحك قوي بس انا كان لازم اقولك الحقيقة كان لازم تعرف حقيقة حقيقة توم تخدع خيالك تلف على مونيكا بالقراية تروح لها البيت فاتتني ان انا اقول لها ما تفتحيش بيتك لحد غريب قالتو مخل يا خل ما فيش حاج اسمها مونيكا صدقني والله العظيم ما فيه حاج اسمها مونيكا مونيكا دي بتبقى كريم صاحبي وانا بهايدي كدام كدام ادم انت بتدرخي انتك عن خالك علشان تلهم في عنها برضو انت فاكر ايه فاكر خالك ده عبيد وسازج وبريالة ما تقولش كده يا خال بس انا هقول لك بقى دلوقتي اللي هيخليك تصدق هقول لك بقى بقى ماريت ايه وريني الدبوس كوكازيا نيازي خلو والله العظيم انا كنت بهزر معاك وحيات ربنا كنت عايز اسلي وحدتك بس مش اكتر وما تخيلتش ان الموضوع هيكبر معاك اوي كده تسليني ولا تتسلب هيك تلعبني ولا بتلعب هيك بديها تعمل فيها كده اذا كنت ابني بتفواني وبتصحيني انا فوق فوقت ادم فوقت ادم فوقت ادم فوقت ادم فوقت ادم بتعادش وها خال خاف عليك يا خال فوقت ادم فوقت ادم كنت بقى احلم بموانش كده كنت كنت رازمها في دماغي حكتان يا قار كنت كنت رازمها يا زوعة حزني مكنش بتخيل ابدا انا في زوعة حزني تبقى ابدا انا حبيبي ادم الحق يا ادم ايه ادي شي اللي تشك في لسانه